مرحلة جديدة من التصعيد على كافة المستويات تصعيد أمريكي في وجه إيران وإيقاف أممي للعمليات الإنسانية على خلفية إغلاق التحالف العربي كافة الموانئ والمنافذ البرية والجوية لليمن يبدو أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على الرياض قد خلط الأوراق وأعاد ترتيب المواقف الدولية تجاه التطورات في اليمن على وقع ذلك التأثير الذي أحدثه الصاروخ في عاصمة الدولة القائدة للتحالف العربي فالولايات المتحدة تؤكدت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أنها لن تغضى الطرف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من قبل إيران وذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن من المقرر أن تناقش التطورات الخطيرة على الساحة اليمنية السفيرة هيلي سندت في بيان لها بهذا الخصوص إلى معلومات قالت إن السعودية كشفتها في وقت سابق حول صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على المملكة في يوليو الماضي تبين أنه من نوع قيام إيراني الصنع ومن نوع الأسلح التي لم يكن لها وجود في اليمن قبل الحرب مما يشكل انتهاكا لقراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وعلى الصعيد الإنساني أوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه أن التحالف طلب من آلية التحقق والتفتيش الأممية إبلاغ جميع السفن التجارية في الحديدة والصليف بضرورة المغادرة ما حمل الأمم المتحدة إلى تعليق عملياتها الإنسانية واسط تحذير من تأثير هذا الإغلاق على الحياة اليومية لليمنيين في بعض المناطق فضلاً عما يسببه من ارتفاع حاد لأسعار الوقود وفقاً للمتحدث غاب صوت الحكومة اليمنية عن هذه الأحداث والتطورات وبات مستقبل الحرب في اليمن رهن بتصارع الإرادات الدولية والإقليمية فيما يبقى اليمنيون بدورهم رهن التأثيرات القاسية للحرب على حياتهم وأقواتهم ومستقبل وطنهم